وضع العملة في مصر متوتر وفي محاولات جادة لإنقاذ هذا الوضع آه فعلاً ما حدش يقدر ينكر الحقيقة وكل خبراء السياسات المالية بيقولوا في اللغة العربية يقدحون زنادة فكرهم يعني عصرين مخهم وليل نهار بيحاولوا ويشتغلوا عشان نوصل لفكرة أنه أقل تأثر ممكن بموضوع الدولار ووصل الأمر زي ما شفنا مبارح من أستاذ عبدعزيز سيد رئيس شعبة السروة الداجينة بالغرفة التجارية وعضو اللجنة الرئاسية لنفس الموضوع وعضو اللجنة الوزرية في أيضاً السروة الداجينة أنه بدأ بالفعل ما كنا نصبه إليه بس إحنا برضو عايز أقول لكم حاجة مهمة عارفين المثل البلد دي اللي بقول لي ما عرفش يقول عتس إحنا نقول طب ما نتبادل الحاجات بالروبل وباليين وباليوان أو نتبادل زي زمان المقايدة ناخد منك سكر وتاخد مني زيت ومش لازم عملة أصلاً والعملة اللي طلعوها لنا وخنقونا بيها يشربوها بس إزاي دي يحصل وإزاي يكون مقبول في دوائر الاستثمار الدولية وإزاي تقنع المستثمر الأجنبي المباشر إحنا كل إنقاذنا مبني ومرمي على الاستثمار الأجنبي الحر المباشر دا اللي بيبان فرق العملة عندك على أثره مباشرة وبيعدلك الميزان إزاي تقنعه وتقوله كده إزاي تقوله الدولار اللي انت بقى لا انسى بقى اللي بقى له مئات السنين دا هو العملة واللي أصبح هو المتحكم في أسواق المال وفي البنوك وفي شبكات التقييم الائتماني وفي كل دا لكن هناك محاولات آه هناك محاولات سننتصر بإذن الله سننتصر لا شك عندي لحظة إن البلد دي حتقوم لقدام زي ما هي قامت دلوقتي وأحسن بكتير جدا جدا مش هقول من 11 ل14 لفترة صعبة جدا اللي عدت بيها أحسن من 10 أو 9 أو 8 إن شاء الله هتفضل دايما أحسن وأحسن لكن بس عاوزين نفكر أكتر وعايزين نعرض سياسات أكتر وعايزين نقترح حلول أفضل وعايزين دايما نبقى فيه معترك مستمر وهو دا البحث العلمي في شغلتنا هو دا البحث العلمي أنا نبارح قلتلكم في بداية الحلقة وما كنتش قابلت أستاذ عبد العزيز إطلاقا يعني قبل ما اتكلم يعني كنت طبعا اتشرفت باستضافته مرة قبل كده من عدة أشهر برضو في نفس الأزمة لكن في بداية الحلقة قلتلكم إحنا بنحاول أن نقترح على صانع القرار بعض الحلول أول كلمة قالها الرجل في اللقاء هو دا إحنا بنتمنى نكون بنحط حلول قدام صانع القرار لأن إحنا الخبراء بتوعد دواجين فنقول له لأ طب تعال نعمل كذا لن دا حيبقى أفضل من دا نتمنى أنه الكلام اللي بعض خبراء الاقتصاد والسياسة المالية بيقولوه أنه الدولار استمر ارتفاعه لأربعة وثلاثين نتمنى أنه هو ما يحصلش ونتمنى أنه مش بس يقف بقى عند هذا الحد اللي إحنا فيه إحنا وصلنا تسعة وعشرين ونص تقريبا النهاردة الصبح نتراجع بقى إن بارح كان معانا برضو خبير اقتصادي قال جملة لطيفة قوي قال لك السعر العادل هو أربعة وعشرين أربعة وعشرين ونص إذن سنعود لهذا السعر بعد اضطراب متوقع وفوضى منطقية جدا بعد التعويم الأخير والاضطرار لامتصاص التدخم الحادث بالشهادات اللي هي الخمسة وعشرين في المئة الاستثمار هل البيئة مهيئة مصريا وإقليميا ودوليا ما هو كمان مستثمر عنده مشاكله يعني النهاردة كنت بيتناقش مع أحد الأصدقاء في مسألة إنه في دول في المنطقة حوالينا بتساعدنا وبتساعدنا كويس وبتساعدنا قوي وبتقدر جدا إن مصر حتقوم وحترجع زي زمان وده يعني في مصلحتها مصلحتها أمنيا وستراتيجيا وسياسيا لكن برضو قال لي جملة جميلة قال لي ما هو كمان برضو هو كمان عنده سياساته وعنده استثمراته وعنده طموحاته وعنده أحلامه هو كمان عايز يعمل سياحة هو كمان عايز يعمل مصانع مش هيبقى سعيد قوي يعني وهو عمال يوسع لك في اقتصابك هي الحكاية أنت حتنقذ الدولار إزاي وما أنت حتجيب دولار بقى زيادة تحط وديعة تعمل مصانع تعمل سياحة وكل بلده ليها حسابتها إحنا النهاردة حنتكلم عن يعني هذا الملف الحرج في لحظات بجد حرجة وهو ملف الاستثمار وبالذات الاستثمار الأجنبي الحر المباشر اللي فيه حلول كتير لمشاكل الاقتصاد في مصر حيشرفنا النهاردة عبر تقنية زوم الدكتور محمد الشاتفي أستاذ الإدارة والاستثمار والعميد السابق لكلية التجارة جمعت الزأزي عايز أقول لكم أنه يعني ما حدش زعن مني لما أقول أنا سعيد بما نحن فيه مش سعيد بغلاء الأسعار مش سعيد بحرب روسيا الغرب مش سعيد بتوقف سلاسل التوريد والإمداد وغلاء الدولار هذا الغلاء الفاحش لكن أنا سعيد أننا بدأنا نفكر وعندي ثقة كبيرة أن احنا حنمشي على كده على طول اللي بيبتدي يفكر وبيتعلم يفكر وبيلاقي الحل عن طريق التفكير وعمره ما بيتوقف عن هذا النشاط الإنساني الرائع اللي خلقوا فينا ربنا نحن نفكر في حلول طول الوقت مش أول بقى ما لا نهدى ونستقر عشان الأزمة عدت ترجمة نانسي قنقر